بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في الدرس اخير من شابتر ثلاثة وسيتكلم على مقاييس الموقع مقاييس موقع تحسب لنا موقع قيمة محددة مقارتة مع قيمة الاخرى سواء كان في السامبل نحن نأخذ نأخذ شي اسمه كوارتالايس او كوارتالز الاربع والبرسنتايلز تمام السموه المئين ونحسب كيش البرسنتايل رانك للمئينات طيب اول شي نأخذ الكوارتالز الكوارتالز معناتها الاربع والربيع اربع ايش معنى كلام هذا معنى كلام هذا انه انا انا اول شي خلينا نعرف اش هي الكوارتالز الكوارتالز هي تقسم المجموعة عندي الى اربع اربع اقسام تمام ونوجد فيها حاجة نسميها كيو واحد وكيو اتنين وكيو ثلاثة كيف يعني كيف يعني انا لو انا عندي اخذ خط الاعداد اوكي طبعا هذا في الاخير عندي هنا مية وعندي هنا صفر طيب النص هذا هيكون كم خمسين طيب بين الكيو بين بين الصفر والخمسين هيكون ايش في خمسة وعشرين صح عند الخمسة وعشرين هذا انا اجيب سيش مساوي الربع الاول كيو واحد طبعا عند الخمسين هو النص سميه كيو اتنين وبين خمسين بالمية الربع هيكون كم خمسة وسبعين هذا يسمى كيو ثري اذا الارباع الكوارتالز هي تقسم التوزيع عندي الاربع مجموعات انا هدف يجيب الكيو واحد والكيو اتنين والكيو ثلاثة حلوين اجيما واضح عندنا هنا الكيو واحد خمسة وعشرين في المية والكيو اتنين خمسين في المية والكيو ثري خمسي خمسة وسبعين في المية طيب خطوات الحل خطوات الحل ليجاد ايش الكيو واحد الكيو اتنين والكيو ثلاثة اول شي ارتب الاداتا عندي من الصغير الكبير مهم الترتيب بعدين اوجد الميدين لل Q2 اجيب الميدين اجيبت الميدين للداتا كلها نفسها Q2 بعدين اجيب الميدين للداتا اللي اقل من Q2 وهذا سميها Q1 بعدين اجيب الميدين للداتا اللي اكبر من تمام اجيب الميدين للداتا اللي هي كمان فيه شي اسمه IQR الفرق بين المدى الربيعي هو الفرق بين Q3 وال Q1 طيب نقول لك بالعودة للجدول 3.3 في example 3.5 فعطانا هذه البيانات اوجد لي فعطانا يبغى ال Q1 يبغى ال Q2 ويبغى ال Q3 وفق ربيعي يبغى ال IQR هو هذا القانون طيب اول شي لازم اجيب ال Q2 بعدين اجيب ال Q1 بعدين اجيب ال Q3 ال Q2 ال Q2 هو الميديا للداتا كلها زي ما تعلمنا للداتا كلها For All Data خلينا ناخد متى ان نفهم طيب اول شي قلنا نعمل الرانج نرتب الداتا اللي عندي اوكي خلينا نحلها هنا كم كم عادة البيانات عندي 12 اوكي نرتبها ربما كان كده وسيع شوية خلينا نكتبها هنا عادي اه اول شي ارتب الداتا عندي اصغر شي من الصغير الكبير سبعة نكتبها مثلا هنا سبعة بعدين ثمانية من الصغير الكبير ترجمها هذه الداتا أتيجку بعدين عشرة واحدة عشر اطنعش احدى عشر اطنعش ترتاشس مرتين جايةس رتيبة من الصغير الكبير ترتاشر مرتين بعدين اربعطاح بعدين سبعتاش مرتين و بعدين خمسه و اربعين سبعتاشر سبعتاشر خمسه و一短 على هذا الدياتا عندي اتناعش كيف كنا نجيب الديام اول شي بأجيب الكيوتو اجيب اول شي واحد لازم اجيب اول شي الكيوتو كيف أجيبه عندي الداتا اتناعش يعني هيكون عندي رقمين到 النص اجمعه واقسم على اتنين كيف اشوي اشخط 1م 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 1 100. 1 100. 1 100. 1 100. 1 110. 1 100. 1 100. 1 100. 1 1 100.ps. لازم يكون عندك رقمين في النص. اذا كان عندك الداة زوجية يعني عندك wie تعدهم تعدهم كاونتننغ اصبح عدد زوجي ع 열 ع forward اشطبこんにちは. لازم يبقى عندي رقمين في النص. رقمين في النص. اجمعه ومقسم على اثنين. فاقول كيو تو يساوي اثنى عشر زائر انترى اثنى عشر هذه كم? خمسة وعشرين. على اثنين اطلع اثنى عشر ونص. حلوين? حلوين. الان اجيب الكيو واحد. واجيب الكيو ثري. كيف? هيركز معايا الخطوة كالتالي. انت الان عندك رقمين في النص صح هذول الان من الذاته كلها. تيجي تقسم الشيم هنا طالع طالع. من عند الرقم اللي في اليسار الى اثنى عشر خين غير اللون. من عند الرقم هذا انت عندك رقمين. اخد رقم من هنا من عنده الين اليسار. جيب الميدن لهذا يطلع الكيو واحد. بعدين من عنده الثلاث عشر اصحب خط كذا وتدي المين وتجيب الكيو ثري هنا. تجيب الميدن لهذا جيب الميدن لهذا. عدى الرقم اللي احنا عندك هنا من هنا من هنا. الان اطنعش لسابة كم واحدة? واحد انتين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة الرقم يلا اشخد تان مرة من هنا. واحد ميل ليسار واحد ميل ليمين واحد ميل ليسار واحد ميل ليمين. هيطلع عندك الرقمين في النص لانه ايش عندك الارقام ايفين. اجمعهم تسعة زايدا عشرة على اثنين. فجيب الكيو واحد يساوي تسعة زايدا عشرة على اثنين. هيطلع كم? تسعة ونص. بالنفس الطريقة الان انت مو اخذتها شخطة من هنا من عند الرقم هذا هنا الان اليمين. يلا انا نحذف. واحد ميل ليسار واحد ميل ليمين. اوكي? واحد ميل ليسار واحد ميل ليمين. هيطلع عندك لازم رقمين في النص لانه الرقم كامل عدها. واحد اتنين تلاتة اربع خمس. تطلع رقمين خدهم اجمعهم على اكسيوم على اثنين. سبعة طعش زايد اربعة طعش. على اثنين هيطلع الجواب خمسة عشر ونص. جبت المطلوبة الاول جبت الكيو تو كيو كيو تري. الاي كيو ار مطلوبة الثاني. اطرح كيو ثلاثة ناقص كيو واحد. خمسة عشر ونص. ناقص اتناعشر ونص. اوكي. هيطلع الجواب. اه خمسة عشر نص ناقص تسعة ونص. ساري. اه. هذا كيو ثري. هذا كيو وان. ناقص تسعة ونص. هيطلع الجواب. كم? ستة. واضح? اذا اعيد. اه. مكتوبة هنا. خطوات يجاد الربيعات. الكيو واحد والكيو اول شي. رتب رتب الدياتا من الصغير الكبير. بعدين نجيب المتوسط لكل الدياتا. هذا هو الكيو تو. بعدين اذا كان عندك البيانات. بعدين عندك اذا كان عندك البيانات زوجية. سيكون عندك رقمين في النص. مثلا عشرة وخمسة. تيجي من عند الرقم هذا اللي سار هذا. ايش خط كده خطوة على اليسارين اخر شي. واجيب هذا الكيو واحد. بعدين من عند الخمسة اشخط خطي الان اليمين اخر شي هذا اجيب الكيو ثري. حلوين? هذا في حال كانت الداتا عندك زوجية ايفين. لو كان اود بنفس الطريقة تجيب الكيو تو. بعدين حيط لعندك رقم واحد في النصح لما تجيب الكيو تو. مثلا تضيع ستة. تيجي من عند هنا منها. من عند هذا الرقم هنا. تيجي كده من عند يسار وتشخط الان هنا. عندي يمين وتشخط الان هنا. ما تاخد ستة اليمين حناخد المثال نفهم الفكر. اوكي? واجيب الكيو واحد واجيب الكيو ثري. جيبني الان مثال. مثال لو كان عندي الداة زوجية. حلوين? كان عندي الداة زوجية. الان. لو كان عندي الداة فردية. هنا بيقول لك يعني كم? تسعة. يعني هنا هتكون عندك الكيو تو يعني كأنك بتجيب الميدان. الكيوتي هي الميدان للداتا. عيد واكر الكيوتي هي الميدان للداتا. هتشخط واحد اول شي رتب. يلا نرتبهم. اوكي شوفوا مرتبة هنا. خلاص رتبتها هنت من الصغير الكبير. يلا هالداتا ايش الان فردية. واحد ما اللي سار شخط واحد مليمين. 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 عشان الداتا اود. وبتجيب الكيو تو لازم يكون عندك رقم واحد في النص. خذوا هذا الكيو تو. جبت الكيو تو الان. الكيو تو يساوي سبعة وثلاثين. طيب. كيف اجيب الكيو واحد? اول شي اجيب الكيو تو. بعد اروح اجيب الكيو واحد. بعد اروح اجيب الكيو أعود الق đến عندي لو كانت الدات عندي اود. الميدين القيوتو اجيب عادي. كيف اجيب ال Тогда بśćC tab 1 أو الرجاح عند رقم واحد وмотря 위에 من الرغم من لاتنا من هنا من يسار ان تابع ان الذي يكون ما يمكننا الدمائ xi ما خطأ. النير بعد الرجاح في طريق يمكن من المهجزة. الحصوبة للتrontفض الauberia. من سيقيعة. الitable sur get a 3 حسنة. والأن يوم تعتبر التطبيب التقوى قد 안�قط Services Podcasts. يجب ان تقف الى joka قول الانسطري حديث ثلاث تلاث ثلاث 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 رقمين على النص احذف واحد مليسار و واحد مليسار. لازم توقف. لازم يبقى عندك اخر شيء رقمين. ما تكمل خطأ. خذهم. اجمعهم وكسوم على اثنين. سبعة واربعين زايد واحد وخمسين وكسوم على اثنين. تبقى الاي كيو ار اطرح تسعة واربعين ناقص تراتين ومص. سهلة بسيطة. هو موضحة هنا وبالتفصيل. اول شيء. الرينج. رتب الديا المستغير pipeo. تجيب الميدادة ال الديا ت readable his data كلها عادي. الميدادة كلها هي الidade Russian. ان اول شيء اتجيب الijkeو اول شيء كيو اول شيء كيو تو. بعدين كيو واحد بعدين كيو ثري بعدين الديات لو كانت عندي زوجية. تمام. لما تجيب ال Doesn't imagine where the legislature is وكذلك شخص يذهب إلى السر وقوم بقيد الخامسة وكذلك شخص يذهب إلى اليمين هذا هو Q1 وقوم بقيد الثاني ويجعل قطب نفس العلاقة لنضع زوجيه لكم رقمين في نص جمعه ومقسم على 2 كم فردي يجب أن يأخذ رقمين في النص واضح؟ واخذنا مثال الـ Even وال-Odd هذه أول جزئيه لدينا وطاعة جدا طيب في شيء اسمه البرسنتايلز البرسنتايلز تمام ومعناته انا اقسم الداتا عندي الى 100 part متساوية اسموها البرسنتايل المئوي او المؤين يعني ما في ترجمة حرفية له هذا معناته ان انا اقسم البيانات عندي الى 100 جزء متساوية طيب ايش اللي المطلوب منه نجيبه كيف نحسب البرسنتايلز وكيف نوجد الرانك الرسبة تبع البرسنتايلز طيب اول شيء الاول نجب نعرفه كيف اجيب الكالكوليتيك البرسنتايل يعني المؤين رقم كامل الداة هاري اول شيء نجيب القاون هذا هو كي ضرب ان عالمي ايش هو الكي الكي هذا يكون معطة معطة يقول لك تجيب لي مثلا مثلا الخمس الخمسين تمام مثلا الفورتي او ما نقول فورتي مثلا مثلا الفيفتي ساكند برسنتايلز فالكي هنا تساوي اثنين وخمسين نقول لك مثلا اه فيف برسنتايلز جيب الاجي الكالكوليتي له فالكي هنا خمسين اوكي ابدأ برسنتايل لدو تساوي طيب الان الكي قلنا هذا يكون معطة الان عدد البيانات اللي عندك تعدهم وتشوفهم كم تكسيمهم معالمية اوكي طيب ناخد مثال نفهم الفكرة يلا يجيك السؤال يقول لك بالعودة اللي في الداة اللي فوق في اكزامبل من كلام كثير تمام الداة عندها كانت 12 صح عددها 12 فين الو اكزامبل فوق ما اعلن هذه الداة تمام اوجد هو قل ها يعني يعني يبغى ايش يبغى البرسنتايلز رقم 42 تمام يبغى البرسنتايلز تمام لي القيمة اللي هي او الرقم 42 طيب خلينا نطلع اذا قل لك زي كده تتخدم القاون هذا الكي ايش الكي تساوي 42 الان عندك الان 12 على هذا الداة تساوي 12 اول شي بنفس الطريقة ايضا كل الدرس هذا لازم اعمل الرينج اول شي ارتب الداة من الصغير للكبير في الجادة الارباع الكورتالز والبرسنتايلز اوكي رتبتهم من نفس المثال السابق حلوين اجيب القاون هذا واطبقه اقول بي 42 يساوي الكي 42 اعوض في القاون هذا مضروبه في عائد الداة اللي عندي كمية عديتهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشر احد اتناش اتناش اتناعشر على مية حيطلع الجواب بالالة خمسة بوينت صفر اربع تتعب اتناش 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 رقم غير صحيح رح تقرب لاقرب رقم صحيح كيف اذا كان عندك بعد الفاصلة الرقم هذه خمسة او ستة او سبعة وثمانية او تسعة ستعمل تعمل تقريب للاعلى لو طلعت الرقم هذه اللي عندك اربعة اللي بعد الفاصل اربعة او ثلاثة او اثنين او واحد او صفر ستقرب للاقل تقول راون للرقم الصحيح الاقل راون داون يعني في هذا المثال لما انت جبت طبقت العلاقة طلعت خمسة بوين زير اربعة الرقم اللي بعد الفاصلة صفر فحتقرب اي انا هتقرب الخمسة ولا هتقرب للستة هتاخذ للاقل لان هذا الرقم يقع بالخمسة لستة لكن الرقم اللي بعد الفاصلة هذا الصفر فتقرب الخمسة فهذا الجاوب سيكون يساوي تقريبا خمسة حلوين سيكون خمسة طيب ايش هتسوي الان ايش هتسوي هتيجي هتيجي الان تعمل التالي تبدأ من اقل القيمة عندك انت رتبتهم تعود الين ما توصل لاش تمام الين ما توصل للرقم الذي يقع في الترتيب الخامس هذا معناته الترتيب الخامس انت رتبت الداة صح هيعد واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة اذا الجواب هنا البرسنتايلز هتقول البي اثنان واربعين يساوي الرقم الذي يقع في الترتيب الخامس هو احداش اعيد خطوات ايجاد البرسنتايلز اول شي ارتب الداة ترتيب الداة بعدين اطبق العلاقة هذه اطبق العلاقة هذه طيب اضع اذا كان رقم صحيح اخذ مثلا لو جيت اطبقت العلاقة هذه وطلع عندي الجواب مثلا 6 اجي في الداة عندي حلوين ارتبتهم صح اعود اعود الى ما اوصل للترتيب السادس طلع عندي كمثين ترتيب السادس 12 فاقول الجواب 12 لو طلع الرقم بفواصل اشوف الرقم اللي بعد الفاصلة هل هو 5 وفوق اذا 5 فوق اقرب ايش للاكبر اذا كان اقل من 5 اربعة ثلاثة اثنين واحد صفر اقرب الاقل لما انا اجي طلعت بلحظ 5 0 4 رقم بعد الفاصل صفر فاقرب فيكون الجواب 5 ايش يعني خمسة يعني روح الاعداد اللي انترتبت وعود الى المكان رقم خمسة مكان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فالجاوب يساوي 11 حلو طيب نكتة نحسب كمان الرانك الرطبة تبع البرسنتايلز كيف هذا قانون اخر يقول لك البرسنتايلز رانك اكس اي اشي سوي قانون على القيم التي اقل من الرقم اللي هو معطيك هي مضروب او مقسومة على مجموعة الدات اللي عندك يعني كم الدات عندك 15 20 30 مضروب في 100 تعال نحسب هذا المثال طيب اكزامبل 3 23 نفس نفس المثال اللي فوق نقول لك احسب البرسنتايلز رانك لأيش لأول شي فاين دا برسنتايلز رانك وفا 14 ربيل فاين 14 14 هذا اول شي لازم ترتب طيب القانون يقول لك عدد البرسنتايلز رانك لأيش عاد القيم التي يقل من الرقم اللي يبغى الرقم اللي يبغى الرقم الارقام اللي قبل كم ارتب واحد اثنين عدد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كم رقم قل من الرقم اللي يبيجي في الرانك عدد عدد عادة ثمانية فتقول البسط يساوي ثمانية على الدات عندك التوتل حق كم تحسب تسعة عشرة 11 12 كم عادة البيانات 12 على 12 في مية لما تجي تضرب هذا حط ستة ستين بوين سبعة ستين بس لو تقرب الرقم هذا لأقر الرقم صحيح راح ستة ستة بوين ستة الستة أكبر من الخمسة فتقرب ها يصير لسبعة وستين في المية واضح بس هذا هو حلوين في هل بس ستت أكبر لك نقدر نحن جملة تقريبا 67 في مية من الشركات من 12 هذي عندها أربعة عشر دولار بروفيت سلو أربعة حفز كلا طيب كم ناقص على المية مية ناقص سبعة سنين كم يعطيك ثلاث 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 والباقي ثلاث 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 من الشركات هذي عندها البروفيت أكبر من أربعة عشر بس هذه الجملة يقول لك يعمل لك جملة لها ستاعد بس واضح سؤال ثلاث بوين تسعين نفس الفكرة ناقص نفس الفكرة في كمان سؤال أربعة نفس الفكرة نحن تحسب الكيو واحد الكيو تيو الكيو ثري وتجيب البرسين تايلز وتعمل الرانج تفع البرسين تايلز أهم شيء هذا نقاط مهم هذه بس قوانين مباشرة وسهلة ما في أسهل من هذا الدرس تطير يكلمني تعمل ترتيب تجيب الكيو ثلاث المقاط كيو واحد و ثلاث تجيب البرسين و الرانك في البرسين تأهل ثلاث يتجب فلاث